اشتركوا في القناة 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 حتى لو ما قالش لان دي مكاتب للزواج مخصوصة لكده فبيسأل هل ده بيعتبر زنة خلينا نشوف الرد هيقول لنا ايه بعد طبعا ما قال الحمد لله والحاجات دي فان جمهور اهل العلم على جواز الزواج بنيت الطلق دون ان يكون ذلك مشروطا في العقد يبقى جمهور اهل العلم اجمعوا على جواز الزواج بنيت الطلق بس اهم حاجة ايه ما نكتبش في العقد وخلينا نشوف نكمل بقية الاجابة قال الامام الشفعي في الام وانقدم رجل بلدا واحب ان ينكح امرأة ونيته ونيتها ان لا يمسكها الا مقامه بالبلد او يوما او سنين او سلاسة كانت على هذا نيته دون نيتها او نيتها دون نيته او نيتهما معا ونية الولي غير انهما اذا عقد النكاح مطلقا لا شرط فيه فالنكاح ثابت ولا تفسد النية من النكاح شيئا لان النية حديث النفس وقد وضع عن الناس ما حدثوا به انفسهم وقد ينوي الشيء ولا يفعله وينويه ويفعله فيكون الفال حادثا غير النية دلوقتي هنا بيقول لنا ايه بيقول لنا ان الامام الشفعي في كتاب الام قال ان لو راجل اللي راح بلد وحب يتجوز ونيته ونية الست اللي هيتجوزها بس لفترة اقامته في البلد ولو كانت الفترة دي حتى يوم يومين ودي كانت نيته هو الوحده او نيتها هي الوحدة او نيت الراجل وسته مع بعض والولي كمان بس اهم حاجة ما يكتبوش الكلام في العام فالنكاح ده صحيح وخلينا نكمل الاجابة في النقطة الخطيرة اللي جاية وكذلك لو نكحها ونيته ونيتها او نية احدهما دون الاخر ان لا يمسكها الا قدر ما يصيبها فيحللها لزوجها ثبت النكاح وسواء نوى ذلك الولي معهما او نوى غيره او لم ينوه ولا غيره والولي والولي في هذا لا معنى له ان يفسد شيئا ما لم يقع النكاح بشرط يفسده وهنا بيكلمنا عن المحلل انه ممكن حد يتجوز واحدة علشان يحللها وكذلك لو نكحها ونيته ونيتها او نية احدهما دون الاخر ان لا يمسكها الا ما قدر يصيبها فيحللها لزوجها ثبت النكاح سواء كان الولي معاهم ناوي او غير ناوي اهم حاجة ان العقد ما يكونش فيه شرط مكتوب يعني ايه في حاجة اسمها محلل وممكن تتجوز على النية المحلل وهنا في سؤال كده هما بيتحكوا على مين يعني انا اكتب في العقد بضحك على مين بضحك على ربنا وبضحك على الناس اهم حاجة العقد ما يكونش فيه النية لكن النية لا تفسد طبعا المعملات خلينا كمان نكمل بقى الاجابة بيقولين قال الشفعي رحمه الله لو كانت بينهما مراوضة فواعدها ان كحة ان لا يمسكها الا اياما او الا مقامه بالبلد او الا قدر ما يصيبها كان زالك بيمين او غير يمين فسواء واقرح له المراوضة على هزة وهنا بيقول ان لو واحد راود واحدة او حلف لها يمين انه لا يمسكها الا اياما او وقت اللي هو بس قاعد فيه في البلد او قدر ما يصيبها الامام هيعمل ايه خلينا نشوفها هيعمل ايه الامام يقول ايه ونظرت الى العقد فان كان العقد مطلقا لا شرط فيه فهو ثابت لانه انعقد لكل واحد منهما على صاحبه مالي الزوجين وان انعقد على ذلك الشرط فسد وكان كنكاح المتعة واي نكاح كان صحيحا وكانت فيه الاصابة احصنت الرجل والمرأة يعني بقى محصنين وان كانت حرة واحلت المرأة للزوج الذي طلقها سلاسا ده المحلل يعني واوجبت المهر كله واقل ما يكون من الاصابة حتى تكون هذه الاحكام في تغييب الحشب في القبل نفسه وخلينا دلوقتي نشوف هنا الامام مش هيهمه اي حلفان تم بين الزوجين او اي اتفاق بيبص للعقد والعقد طالما ما فيه الشرط بيفسده زي مثلا المدة اللي متفقين عليها في النكاح على النكاح فالنكاح صحيح وبالعقد ده احصن الرجل وبرضو احصنة المرأة وكمان لو تحللت بالعقد ده تقدر ترجع لجزها الاولاني وناخد كمان من الفتوى رأي شيخ الاسلام ابن تيمية بيقول ايه وقد سئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوي الكبرى عن رجل رقاض يسير البلاد في كل مدينة شهر او شهرين يعزل عنها ويخاف ان يقع في المعصية فهل له ان يتزوج في مدة اقامته في تلك البلد واذا سافر طلقها واعطاها حقها او لا وهل يصح النكاح او لا الجواب له ان يتزوج لكن ينكح نكاحا مطلقا لا يشترط فيه توقيطا بحيث يكون ان شاء امسكها وان شاء اطلقها وان نوى طلقها حتما عند انكداء سافره كره في ذلك مثل ذلك وفي صحة النكاح نزع ولو نوى انه اذا سافر واعجبته امسكها وإلا طلقها جازة ذلك فاما ان يشترط التوقيت بهذا النكاح المتعة الذي اتفق الاいئمة الاربعة وغيرهم على تحريمه طبعا وعليه فليس انكاح بنيت الطلاق نكاح مطع فضلا عن ان يكون زنى لانه من تزوج بنيت الطلاق قد يعدل عن هذين النية وتدوم لغشرة وايصلح الحال هنا يشيخ الاسلام طبعا ابن تاييمية بيقول ايه قال ان النكاح بنيت الطلاق ليس نكاح مطعة فليس نكاح بنيت الطلاق نكاح متعة فضلا عن ان يكون زنى وليه بيقول كده ولأن من تزوج بنية الطلاق قد يعدل عن هذه النية وتدوم العشرة ويصلح الحال وهنا السؤال اللي بسيبه أخر الحلقة إيه الفرق بين الشيعة اللي عندهم نكاح المتعة والسنة اللي عندهم نكاح بنية الطلاق وألتقي بيكم في الحلقة القادمة من درنامج سين وجين